وعدنا مجددا عزائنا المشاهدين بحلقة بداية الأسبوع بآخر فقراتنا بهذه الإضاءات الصباحية بحقول متنوعة ومختلفة شهدنا قبل قليل بالربط الأخير لزميل رعد الرقاد من محافظة الزرقاء ومن داخل المستطيل الأخضر والمضمار والدرجات النارية بمدينة الأمير محمد بمحافظة الزرقاء هذه المدينة الرياضية ونشامة أيضا الوطن بمحافظة الزرقاء وتحديدا رياضة ركوب الدرجات النارية شهدناهم بشكل واقعي وداخل مدينة الأمير محمد نذهب الآن إلى ما تحدثنا به بالسعرات فقراتنا في بداية حلقتنا إلى دائرة قاضي القضاء وضيفنا الكريم والعزيز الدكتور صلاح شويات مدير مديرية الوساطة والإصلاح الأسري والتوجيه بدائرة قاضي القضاء نتحدث عن النشأة عن مهام كبيرة وتحترم وجليلة من خلال هذه المديرية تقدم للأسر والمجتمع كافة دكتور صلاح أصعد الله صباحك بكل الخير أصعد صباحك حياكم الله مرحبا إذا تحدثنا عن الإصلاح الأسري والتوجيه والوساطة هذه العنوين بحاجة إلى حلقات بالمناسبة لنفرد المساحة لها قد يكون السؤال الآن بشكل تقليدي إذا تحدثنا عن النشأة عن المهام الموكلة لهذه المديرية بدائرة قاضي القضاء من خلالك نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للتلفزيون الأردني وشكرا أستاذ مجحم على هذه الاستضافة صحيح دائرة قاضي القضاء في العشر سنوات الأخيرة خطت خطوات واسعة جدا في إطار التطوير لملاحقة كل ما هو جديد وكل ما هو مستجد على صعيد حل النزاعات الأسرية كانت هذه المديرية الناشئة في دائرة قاضي القضاء من ضمن هذه الخطوات المهمة التي خططها دائرة قاضي القضاء إضافة إلى استحداث المعهد القضائي الشرعي والنياب العام الشرعي مديرية الإصلاح الأسري نشأت بموجب تعديل بداية على قانون تشكيل قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي سمح بإنشاء هذه المديرية ثم صدر نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم 17 سنة 2013 الذي قنن وأنشأ هذه المديرية فعليا بدأت هذه المديرية أعمالها عبر مكاتبها المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشنية المحاكمة الشرعية في سنة 2016 مع بدايات سنة 2016 بدأت البداية الفعلية لمكاتب الإصلاح والوساطة قد تعتبر هذه النشأة بما يتعلق بالمكاتب المنتشرة بمحافظات المملكة كما تتفضل نعم هذه هي النشأة الفعلية والممارسة الفعالية لكن نظريا بدأت وضع الإطار النظري لهذه المديرية منذ سنة 2008 لكن تعلم أنت مدى الإجراءات في التشريعات والطريق القانوني والتعديلات الأخيرة نعم قانون الأحوال الشخصية الذي هو من أفضل القوانين في الوطن العربي الآن الحمد لله أصبح هذا قانون 2010 والذي هو الآن معروض على مجلس الأمة ونأمل بإقراره وهو معمول به كقانون مؤقت ومن ضمنه الأشياء التي تخص مدرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري هذه المدرية الفكرة لها هو إيجاد طريق بديل لحل النزاعات الأسرية بعيدا عن المحاكم وإجراءات المحاكم وتراتبية إجراءات التقاضي تعلم ويعلم الجميع أن التقاضي مرتبط بتراتبية معينة وخطوات معينة وإجراءات معينة هذه الإجراءات قد تكون جافة متعلقة بحفظ الحقوق وهي قواعد لا يمكن للقاضي أن يتجاوزها تمتاز إجراءاتها وجلساتها بالعلنية وبتفريق كل هذه الإجراءات ضمن ضبوطات في المحاكم الأمر الذي قد يتنافى مع الخصوصية الأسرة لا سيما أنه نحن نتعامل في القضاء الشرعي مع مؤسسة مهمة جدا من مؤسسات المجتمع وهي اللبنة الأساسية وهي الأسرة والمنزل والعولاد والعائلة ولذلك كان لابد من إيجاد طريق بديل غير طريق التقاضي وقد تكون هذه خطوة متقدمة دكتور صلاح كما أشرت لها قبل الوصول إلى المحاكم الشرعية قد يكون هناك إصلاح واتفاق ووفاق من خلال هذه المكاتب ودائرة قاضي القضاء وقد تكون هذه الركيزة الأساسية التي تستند عليها هذه المديرية وأنت مديرا لها نعم هذا ما يميز الصحيح مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري أنها جاءت خطوة سابقة لإجراءات التقاضي وكأنها درجة من درجات التقاضي ولا على الفرق طبعا بينها وبين الدرجات التقاضي في الأسلوب وفي الممارسة وفي النتائج والطرح الذي يباشر مع الخصوم هذه المديرية فلسفتها كالآتي هو أن أي قضية تعتمد على العمل الوقائي والعلاجي العمل العلاجي نبدأ به من القضايا المسجلة في المحاكم فالآن في المحاكم التي أنشئ بها مكاتب للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري مجرد أن تسجل القضية في المحكمة بشكل مباشر يتم تحويلها إلى مكتب الإصلاح الأسري مكتب الإصلاح الأسري مباشرة يباشر النظر في حل النزاع بطرق غير طرق المحكمة تمتاز بالمرونة وتمتاز بالسرية التامة وتحت طائلات المسؤولي بحيث هذا المكتب يتكون من رئيس ويرأس كل المكاتب المنشأة من القضايا الشرعيين حاليا ثم هناك كادر إداري تحت الرئيس من أمين مكتب وموظفين إداريين مؤهلين لاستقبال الحالات ويقومون باستقبال هذه الحالة التواصل مع الطرف الآخر بأي وسيلة التواصل هذه فيها مرونة نخرج عن الطرق المعتادة في المحاكم في التبليغ بحيث تذهب لائحة ومحضر وتبليغ رسمي وجلسات لا أبدا نحن نعتمد الهاتف نعتمد الإيميل نعتمد المسيجات أي وسيلة هل يكون هناك زيارة مباشرة من قبالكم أو العكس يجب التوجه على سبيل المثال إلى تلك المكاتب بشكل لن أقول إلزامي لكن إن وردت لديكم كما تفضلت عبر الوسائل المتاحة والمختلفة من التواصل مع الأسرة أو الخصومة للأسف نتحدث بهذه التسمية هي كذلك لكن عندما نصف الأسرة بأنها خصومة قد يكون هذا واقع حال وللأسف نتحدث دائما هل يمكن أن يكون هناك زيارات لتلك الأسر من خلالكم أو العكس والعودة إلى المكاتب؟ لا يوجد ما يمنع في نظام مكاتب الإصلاح الأسري من زيارة البيوت أو من متابعة الحالات ونحن نكلف أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري بمتابعة الحالات بعد أن يتم الإصلاحها طبعا الحالة حين تأتي إلى المكتب يتم تصنيفها يتم استقبال الحالة بالتواصل مع الطرف الآخر يتم إقناعه وشرح ما هي مهمة الإصلاح الأسري والتفريق بينها وبين المحكمة لأنه أنت تعلم أنه بعض الناس المحكمة تشكل له حساسية خصوصا هنا تتعلق الأمر بالأسرة ومن هنا جاء موضوع إنشاء مكاتب الإصلاح الأسري حين يحضر الخصوم الأزواج المتخاصبين يتم تصنيفهم تصنيف هذه المشكلة ما هو سببها وبالتالي اختيار العضو الأنسب من أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري للنظر في هذه الحالة فهي يقدر رئيس المكتب وأمين المكتب ما هو الاختصاص المطلوب لهذه الحالة لأنه بعض المشاكل قد تكون اقتصادية بعض المشاكل قد تكون نفسية بعض المشاكل قد تكون متعلقة بالتواصل والاستماع للطرف الآخر كثير من المشاكل يعني أنه كل الزوجين لا يسمع للآخر ولا يدعى الآخر يفضفض ويتكلم ويفرغ هذا التفريغ الذي يسمى بعلم النفس الفكرة في مشروع مكاتب الإصلاح الأسري أنها جاءت ومزجت بين الاختصاصات المختلفة وصهرتها في بوتقة الإصلاح وهذا الشيء الجميل والجديد فيه وهذا ما نبني عليه للقادم حقيقة نعم ونثمن لدائرة قاضي القضاء هذه المديرية وكافة أعمال دائرة قاضي القضاء والتي تخدم المجتمع حقيقة واللبنة الأولى الأسرة العائلة المنزل بهذا الفكر المتقدم من خلال مديرية الإصلاح الأسري والوساطة والتوجيه بأقل من دقيقة ارتباط هذه المديرية بفئة كبار السن دكتور صلاح من خلالك وهذا هو حديثنا الأخير بهذه الصباح نعم طبعا تعلم أنه منظومة أو قانون الأحوال الشخصية هو يخدم كل فئات الأسرة صغارا كبارا أزواجا ومن ضمنهم فئة كبار السن الحقيقة أنه قانون الأحوال الشخصية رعى كبار السن في كل أحوالهم رعاهم في حال فقرهم فأوجد من ينفق عليهم وألزم بشكل سريع بهذه الثواني فئة كبار السن تلقى الرعاية من خلالكم ومن خلال المكاتب المنتشرة مكاتب الإصلاح الأسري متاحة للجميع متاحة للجميع وتوفر على كبار السن أعباء الانتقال للمحاكم وإجراءات المحاكم بل عندنا استعداد في حال ورود أي حال إلنا أنه ننتقل إليهم ونباشر عملية الإصلاح دكتور صلاح شويات مدير مديرية الإصلاح الأسري والوساطة وأتوجيه بدارة قاضي القضاء بهذه الإطلالة الصباحية ولنا لقاءات مستمرة بين الله تعالى وأشكرك على هذه المعلومات القيمة أعزائنا المشاهدين بالختام كما نتحدث دائماً كنا وما زلنا وسنبقى دائماً وأبداً معكم ولكم منكم وإليكم من ألكسندرا البوري ومجحم العدوان أطب الأمنيات على أمل اللقاء بكم بحلقة أخرى دمتم بحب الله